بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مطبخكم ومطبخ الأمل نقدم بعضياتنا هات الشصو هكي يجي مورق لديد حشوة بسيطة وبملعقة زبدة فقط نتمنى أنكم نجربوه ونجربوه ونجربوه مع المقادير والطريقة على بركات الله في المقلة كان لدي جوج فلفلات خضرة وحمراء يمكن لكم إختيار فقط لون واحد قطعتهم مربعة صغار كما ترون كما ترون قطعتهم مربعة صغار نجربوه في المقلة مع زيتون ونغطيهم على عفية مهيلة حتى يبدو يدبلوه على هات الشكل وضفت لهم هنا كمية من الملح كمية من التحميره أو البابريكا تقريبا معلقة صغيرة وشوية سكنجبير وكذلك الحار أو الهريسة فقط هالتوابل اللي غنكتفي بهم ملح بابريكا أو التحميره سكنجبير والهريسة يبقى لكم اختيام لكن هاد المقادير فقط هالتوابل فقط اعطوا لده رائعة سوف نحركهم جيد فوق المقلع العفية مهيلة حتى نحييضهم جانبا المره للعجين لدي هنا تقريبا نصف كيلو أو زيت شوية كيف قال لكم طبيع لها الاختيار يمكن لكم ديرو نصف كيلو او لكتر شوية نفس المقادير الاخرى ما تباقى نفس المقادير لدي نصف كيلو او الدقيق الخاص بالحلويات نضفت له كيمية من الملح وكيمية من ملعقة سكر وجوج معالقة ديال الخل وكذلك غادي نضيف له جوج معالق ديال زيت المائدة ولا زيت زيتون فقط زيت المائدة وغادي نحاول نخلط نعود المقادير اللي ضفت للطقيق الملح ملعقة سكر حبيبات الخل وجوج معالق ديال الخل وجوج معالق ديال زيت المائدة هنا غادي نضيف كيمية من الخميرة ديال الخبز ما تكتروهاش باش متجيكمش العجين انا غادي بالعجين يكون مقرمش إلا كترتو الخميرة ديال الخبز غادي تجيكم العجينة رتبة إلا بغيتوها رتبة ديرو كيمية أكثر من الخميرة يبقى لكم الاختيار إذا غادي نجمع الخالط ديالي بالماء اللي يكون عادي ماشي المسخون أنا ما غاديش بالخميرة عفوا بالعجينة ديالتي تخمر ليا فقط غادي نضيف الماء العادي وغادي نحاول نجمعها شوية كما كتشوفوا ما غاديش ندلكها بزف فقط كنجمعها نجمعها ونخليها جانبا ترتاح ليا قوام ديالها رحنا ندلو كاش فقط على هذا الشكل ونغطيها بلاستيكو نخليها جانبا باش ترتاح كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها عندي هنا كيمية من الشعرية الصينية عندي هنا شعرية الصينية عندي هنا شعرية الصينية الروز هذه النصف البكية الصغيرة نخوي عليها الماء طيب ترتقة ديال البزار ونخليها ترتاح نصفيها ونقطعها بالمقص ثم نضيف العجينة كيفما كتشوفوها يرتاح عندي هنا ملعقة كبيرة ذيال الزبدة كيفما كتشوفو معلقة عامرة بومبي ذيال الزبدة اللي غادي ندوبها ندوبها ونحاولو نحيدو حتى ذاك الحليب اللي تيكون فيها إذا باستيحانا ديال شوية ديال الدقيق غادي نطلق العجينة ديالتي على شكل مستطيل عجينة كتجي أكثر من رائعة ممكن لكم نستعملوها بزف حوشو كتبقى من طبيعة الحل اختيارية أي حوشو يمكن لكم تعمروا بها شوصون وشنيك كتجي رائعة إذا نستمر على الطريقة نطلقها على شكل مستطيل كيفما شفتوا معي لدي هذه الزبدة ديالتي بعد ما دابت هذه فقط ملعقة عفوا إذا نسرحها على وجه ديال العجينة كاملة ونطلقها بشيطة إذا كان الحال سخون خليوا هاكا شوية العجينة باش تنشف لكم عفوا نجمد لكم الزبدة باش ما تعدبكمش إذا كان الحال برن طبيع الحال ونطلقها بعد ما دلوي العجينة ديتنا على هالطريقة كيفما شفتوا سهلة ما كتعدبش وكتجي عجينة مورقة رائعة بلاكتر تدليك ولاكتر تبراق كتتحصلوها لعجينة رائعة إذا على هالشكل كنحاولو نجمعونا راهنا هي ما خليساش حتى تجمد لي الزبدة سفي كم دون قرصو دوك الجواني باش نضمنوا أنهم يلسقوا مع بعضياتهم هاكا كنترقوها شويش باليد ونطبيوها على شكل رغيفة على هات الشكل وهالعجينة غادي نغطيها ونخليها جانبا باش تساعدني في الخدمة نمرو الحشوة عندي هنا البصلة والفلفل من بعد ما بردوا لي وكذلك الشرية الصينية من بعد ما تصفت لي كيفما أصبق لي تكرت راني قطعتها بالمقص كنخلطهم مع بعضياتهم وكنزيد لهم أنا حك ديال الطون ديال الماطيشة من الأحسن ديال الماطيشة كيزيد كيعلك لينا الحشوة يمكن لكم تستغنوا عليهم طبيعة الحال يمكن لكم تستغنوا عليه كيفما يمكن لكم تكتافي فقط بالخضراء والشارية الصينية يمكن لكم ديروا كفتة يمكن لكم ديروا يعني أي حشوة بغيتوا تستعملوا أنا استعملت فقط طون جاهز المعلب كيجي سريع وكيفما يمكن لكم يمكن لكم يمكن لكم الغذة إذن العجينة من بعد ما استرحت لنا أنا كنت لقها كما شاهدت ورمني كتعطيوها الوقت باش ترتاح كتعطيكم الطعف الخدمة صافي من بعد ما كتلقوها ما تديروها شرقيقة بززف وما تديروها شغليضة أنتما تشوفوا معي من بعد السوم كدير العجين وكتقطعوا على حسابية الحجم اللي بغيتون السومة أنا عندي هاد المجموعة اللي كيجوا مع بعضياتهم الكبيرة فيهم هي فاش قطاس كترقا مطابعة الحجم اختيارية ممكن لكم ديرو أي حجم بغيتو صافي من بعد كان نجمع هذيك العجينة اللي شيطة العجينة اللي كان جمعوا ما كان نعجنوهاش كان حاولو نحطوها بحشكل ديال الخد الخدمة ديال الخد فيوتي كان نحطوها فوق بعضياتها نغطيوها بلاستيكا باش ترتاح بينما نعمر هذي شوصون اللي قطات ونعود رجع لها مطابعة الحال نعود نخدمها الحوشو حاولو ما تكتروش بالزيف باش ما تتعدبكمش في الخدمة و باش ما تخرج لكمش في الفران ملعقة تقريبا هكاية مطابعة الحال عنكم ميزانكم تقريبا معلقة كبيرة مع مراش بالزيف صافي من بعد ما عمر سهم كاملين نجبت شوية ديال الماء وتديرو نصف دائرة باش نضمنو انه العجينة تلسق مع بعض غضية سيمكن لكم تديرو البيض انا فقط كتفيت بالماء تسوي كي قضي الغراد غير هكا نصف دائرة فين هذي نردو عليها النصف الاخر هذي ندهنهم كاملين عدا نبدأ نجمع باش تسهل علي الخدمة هذي نصف دائرة هذي نصف دائرة كما يصف دائرة كما يصف دائرة الخارجات في العطلة والصيف الناس بدأوا يخرجوا على براءة بشوء البحر بشوء البحر بشوء البحر بشوء البحر هذي نحاول نجمع العجينة هكا مع بعضيتها منيك نديرو الماركة تسهل الخدمة بشوء السمك نتمنى انو يكون واضح السمك ديال العجينة ما تديروها شرقيقة بزاف وما تكونش غليضة بش ما يجيكمش العجينة كثيرة سفي هكا نستمر حتى نصد او لا نضغطها للعجينة كاملة اللي عندي سفي من بعد بش نضمن انه العجينة غادي تزيد تلصق مع بعضيتها وكتعطي حتى منظر من طبيعة الحال اني شي حاجه هكا يلي تكون شوية على الشكل اولا اني الموس ماشي من الجهة الماضية من الجهة الاخرى ديته او لا معلعقة او لا اي حاجه عندكم في كوزينة كتعطيها منظر او في نفس الوقت نضمن ان العجينة تزيد تلصق مع بعضيتها يمكن لكم دروا فقط الفرشيطة كذلك تهيه كتعطي منظر وكتبت العجينة دهنتها من بعد ما كمت اللي شوصون كاملين دهنتهم بالبيض مع شوية زنجلان وندخله من الفران اللي يكون سخون مسبقة نلاعفها متوسطة اللي شوصون دي بلناها هما طابوا كيجوا اكثر من رائعين فعلا كيستحقوا التجربة انتمنى انكم تجربوهم وينالاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم ودمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة